هذا وقال السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان قال إن المشهد في اليمن يزداد تعقيداً بسبب تعنط الميليشيات الحوثية وبسبب رفضها تمديد الهدنة داعياً القوى الكبرى لتنسيق مواقفها لمواجهة قصف الميليشيات الحوثية لموانئ تصدير النفط المشهد في الوقت الحاضر في اليمن طبعاً يزداد تعقيد بسبب تعنط الميليشيات الحوثية ورفضها طبعاً تمديد الهدنة التي كانت قد بدأت منذ فترة وقرأ تقديدها لفترتين أو ثلاثة فترات متلاحقة إقدام الميليشيات الحوثية بقصف الموانئ تصدير النفط في كل من حضر موت وشبوه بمسيرات وصواريخ إيرين في الصنع هو عمل إرهابي بكل معنا الكلمة يحتاج إلى مزيد بالفعل ملئذان التي من شأنها أنت مواجهة هذا العمل الإرهابي الخطير الذي يصحد الأوضاع العسكرية في اليمن وفي نفس الوقت أيضاً يخلق وضع مخيف داخل المنطقة بشكل عام لذلك أنا أعتقد أن هذا التنسيق يحتاج إلى مزيد من العمل وباعتبار أن ما قد أقدم عليه الحوثيين هو عمل إرهابي تدعمه إيران للأسف سفير نعمان أوضح أنه من حق مصر أن تنسق مع اليمن ودول المنطقة للحفاظ على البحر الأحمر كمنطقة آمنة في مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية وأي تهديدات أخرى الحوثيين لسان حالهم لسان حال إيران في المنطقة وبالتالي أعتقد أن من حق المصر الشقيقة أن تنسق مع الحكومة اليمنية مع حكومات المنطقة في أن تجعل البحر الأحمر منطقة آمنة في مواجهة الإرهاب ومواجهة القرصنة وأي محاولات أخرى ليجاد مشكلة في هذه المنطقة نلقى إهراءة دكتور علي صراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني دكتور علي أهلا بيك نبدأ من تصريحات وزير الخارجية اليمني وبالتالي يتحدث عن جماعة الحوثيين لم تعد مجرد تنظيم داخلي بل تشكل تهديدا دوليا بشكل أو بآخر نبدأ بقراءة هذا التصريح دكتور علي بساء الخير لك يا سيد محمود وللمشاهدين الكرام هذا هو الحال منذ بداية الأمر منذ أن ظهرت الجماعة الحوثية واستورت على العاصمة صنعاء هي في الواقع كانت تمثل تهديدا ليس لليمن ولكن للمنطقة وهي في الواقع كانت أداة إيرانية تتجاوز مهامها حدود اليمن لتصل إلى المنطقة وإلى طرق الملاحة الدولية وإلى المصالح الدولية القائمة في المنطقة ونحن نعلم جيدا بأن هذه الجماعة تضاعفت قوتها بفعل ما كان يصل إليها من أسلحة إيرانية سواء الصواريخ أو المسيرات أو حتى مخزونها من الذخائر والأسلحة المختلفة يعني ظلت إيران هي الموردة الرئيسي الموردة الوحيد ربما لهذه الجماعة موريد الأسلحة الوحيد وظلت هذه الجماعة تتغذى وتعظم من قوتها ومن تهديداتها للمنطقة وللمصالح الدولية في المنطقة إذن هذا الأمر كما قلت ليس جديدا ليس هو نتاق لهذه الحرب التي هي في عامها الثامن ولكنها هي منذ البداية وكانت إيران في الواقع تخطط لهذه النتائج منذ الوهلة الأولى وكانت الجماعة الحوثية هي الأداة المناسبة لتنفيذ هذا المخطط يقول الهجمات الحوثية على المنشآت الحيوية تهدف إلى تشتيت الانتباه عن أزمة النظام الإيراني في الداخل يعني النظام يصدر أزماته إلى الخارج والحوثيون يلعبون هذا الدور هذا صحيح وهذه الأعمال تسهدف التشتيت ولكنها في الوقت نفسه تأتي الضم المخطط الإيراني لمحاولة خلق تعقيدات وصعوبات أمام الملاحة الدولية وأمام تجارة النفط التي تعتبر منطقتنا هي مورد رئيسي للنفط في العالم ووفقا لتصريحات مسؤولين في إيران حيث قال أحدهم طالما لنا لا نصدر نفطنا فلا يمكن أن نسمح الآخرين بأن يصدروا نفطهم هذه فعلا لم تكن مجرد جملة إعلامية ولكنها كانت استراتيجية لدى إيران وهذه الاستراتيجية وضعت موضع التنفيذ وكانت الجماعة الحوثية أحد الأدوات والوسائل في تنفيذ هذه الاستراتيجية حزب الله من جهة والجماعات الميليشيوية التابعة لإيران في المنطقة من جهة أخرى ولكن كانت الجماعة الحوثية هي الأداء الأبرز باعتبار أنها تسيطر على جزء مهم من المنطقة وهي قريبة من المضايق باب المندب ومن البحر الأحمر باعتباره أيضا ممر مهم جدا للتجارة الدولية وبالذات لسلعة النصط ولهذا نلاحظ بأن إيران أعطت تركيز واهتمام كبير لليمن وفعلا أوصلت المسألة إلى ما وصلت إليه إذا عدنا بالذاكرة إلى أشهر قليلة ماضية حوالي ثلاثة أشهر منذ الآن عندما استعرض الحوثيون الصواريخ البحرية الصواريخ التي يمكن أن تستهدف السفن ليس السفن العسكرية ولكن سفن النفط واستعرضوا عدد كبير من الألغام وأعلنوا بألسنتهم بأنهم سيستهدفون السفن سواء السفن في البحر الأحمر أو في البحر العربي وزادوا على ذلك أنهم سيضربون المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وسيضربون السفن التي تحمل النفط في المنطقة أنا أعتقد أن الأمر أيضا تجاوز حدود التهديد النفضي عندما بدأوا في ضرب الموانئ اليمنية وضرب السفن التي كانت تأتي إلى البوانئ اليمنية لكي تحمل النفط هذه خطوة أولى وهو الآن يحضرون فعلا أنفسهم لأن يوسعوا من هذه العملية صار فعلا هناك تهديد حقيقي للمصالح الدولية في المنطقة ولأمن المنطقة ولهذا لا بد من التصرف إذا هذا التهديد سفير اليمني في لندن ياسين نعمان يقول من حق مصر أن تنسق مع اليمن ودول المنطقة للحفاظ على الأمن الملاحي في البحر الأحمر وكأن الرجل يقدم مبادرة بشكل أو بآخر أنا هنا أسألك دكتور علي عن إمكانية تفعيل هكذا مبادرة رغم أن هناك مبادرات للدول المتشاطئة على البحر الأحمر وكانت المملكة العربية السعودية لها دور أيضا بارز في الدعوة للتنظيم أو إنشاء منظمة للدول المتشاطئة على البحر الأحمر لحمايتها أولا اسمح لي هنا أن أحيي الدكتور ياسين سعيد نعمان على ما يصدر عنه من آراء ومقترحات نحن دائما هو ملهم لكثير من اليمنيين الذين يجدون في الآراء التي يطرحها شيء يستحق الاهتمام والقبول أنا أعتقد بأن مصر صاحبة مصلحة حقيقية في أمل منطقة البحر الأحمر لأنها تمتلك أيضا ممر ماء دولي مهم وهو قناة السويس وإذا ما تأثرت الملاحة في منطقة البحر الأحمر فبشكل طبيعي تماما سيتأثر العمل في مضيق قناة السويس أنا أعتقد بأن هذه مصلحة حيوية المصر ومصر إلى جانب دول المنطقة وبالذات اليمن والمملكة العربية السعودية فعلا هي تحتاج لأن تتضافر جهودها وأن تتعاون وأن تعمل معا من أجل حماية باب المندب ومن أجل حماية الملاحة في البحر الأحمر وهذا حقها الطبيعي في ضوء التهديدات الواضحة وفي ضوء المحاولات الإيرانية المتكررة لخلق تواقد للقوات الإيرانية في المنطقة وكانت هناك بعض الشفر التي تستخدم في توقيه العمليات التي يقوم بها الحوثيون في المنطقة وهذه كانت فعلا كانت مؤشرات حقيقية على النواية والتوجهات الإيرانية وما تضبره إذا باب المندب وإذا البحر الأحمر أنا أعتقد أن مصر كقوة عربية رئيسية هي أيضا لها مصلحة ولديها القدرة في أن تحمي مصلحتها بل وتحمي مصالح أشقائها العرب ولهذا فعلا هذه الدعوة أنا أعتقد لها ما يبررها وفعلا ينبغي أنا أرى أنه من الضروري أن يتم التفاعل مع هذه الدعوة بصورة إيجابية لكي نجد فعلا بأن هناك فعلا قوة عربية ودولية تتواجد لحماية المنطقة ولحماية التجارة الدولية ولحماية المصالح القائمة في المنطقة دكتور علي أسراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الأزراء اليمني دكتور علي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر